السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن حاجة منتشرة اليومين دول ولقيت ليها اسئلة كتير الناس بتسأل عن حاجة اسمها ايه هي اللي الجورنالينج اللي الجورنالينج او خلينا اقول التدوين هو انك تكتب يومياتك او تسجل اي حياة في دماغك بتسجلها باي طريقة وبتكتبها باي شكل بتكتب لمجرد ان انت تكتب محدش هيصحح اللي انت كتبته ولا هيعمل لك علامة غلط او صح يعني بتكتب لنفسك واصدق حاجة اما بنكتبها لنفسنا سواء بنكتب عن طموحاتنا عن احلامنا عن مشاكلنا عن اي حاجة حصلت لنا فدي حاجة خاصة بك انت وخلينا اقول ملحوظة ان التدوين او الجورنالينج مش خاص بالبنات بس اي حد ممكن نكتب اي حاجة وباي طريقة طيب احنا امتى بنلجأ للكتابة اصلا احنا بنلجأ للكتابة لو في مثلا حاجة عامل لنا قلق لو بنمر باوقات صعبة لو في مشكلة ومش عارفين نتكلم مع حد لو بنكتب حاجة مدايقانة او حاجة مفرحانة او حتى اي حدث مهم حصل في حياتنا جرب كده تكتب المشكلة اللي عندك وطلع كل اللي جواك في الورقة اول ما تخلص كتابة هتحس براحة مع انك ما وصلتش للحل بس انت شلت كل اللي في دماغك وحطيته على الورقة مجرد اننا بنتكلم عن المشكلة فده بيحسسنا براحة يعني مجرد ان انت بتخرج الضغط الزيادة لجواك فده بينفس عنك ولو جينا نشوف الاسباب اللي تخليك تبدأ تكتب يومياتك فاعتقد فيه اسباب كتير واعتقد كل واحد عنده اسباب مختلفة تخليه ان هو يبدأ يكتب يومياته بس خلينا نقول كم نقطة كده نجمع فيهم اهم الاسباب اول حاجة هي حفظ الذكريات اما بتدون الذكريات بتاعتك بالمشاعر الاصلية بتاعتها اما تيجي تقراها تاني هتسترجعها بنفس المشاعر على عكس الذكرة بتاعت الانسان لو انت جيت تسترجع الذكريات هتلاقي كل مرة لها مشاعر مختلفة لان الذكرة بتاعت الانسان بتتغير لكن ان انت تكتب الذكريات او تدونها فده هيساعدك ان انت تحفظ ذكرياتك بحيث ان انت ممكن تسترجعها في اي وقت تاني سبب هو الشعور بالوقت كتير مننا بيحس ان الايام بتعدي والسنوات بتعدي وهو ما بيعملش فيها حاجة بس اكيد انت عملت حاجة بس مفيش حاجة بتذكرك بالحاجة اللي انت عملتها ده لان اكيد في حاجات كتير عملناها وفي تجارب كتير مرينا بيها وتعلمنا منها بس مفيش حاجة تذكرنا بكل ده فبنحس ان احنا ما عملناش حاجة لكن كتابة يومياتك او انك تدونها فده هيذكرك بالحاجات اللي انت عملتها تالت حاجة هي التعبير عن الافكار والمشاعر يمكن انا واحد من الناس اللي انا ما بعرفش اعبر عن المشاعر بالكلمات المنطوقة ودي كانت بتسبب لي مشكلة حقيقية فعلا بس الكتابة بتخلينا نعبر عن المشاعر والافكار بطريقة اسهل واوضح وبيعودنا ان احنا نقدر نتكلم عن مشاعرنا وافكارنا بشكل واضح وسهل رابح حاجة تقليل التوتر والضغط اكتب عن كل الحاجات اللي عاملالك وش في دماغك وضغط على اعصابك والحاجات اللي مسببالك قلم كل ده هيساعدك ان انت تقلل التوتر والضغط اللي جواك وهيساعدك اكتر ان انت تركز على الحاجات الكويسة او انك تفكر بدون تشتيت اك انك بالضبط بتروح لدكتور نفسي انت لو رحت لدكتور نفسي هيخليك تحكي فده بالضبط بيقدي نفس الوظيفة بس من غير فلوس خامس حاجة اسمح لنفسك بالتأمل الذاتي او اسمح لنفسك ان انت تشوف نفسك التدوين بيبقى زي المراية كده بتقدر تفتح الصفحات اللي انت كتبتها وتشوف شخصيتك وتشوف تصرفاتك وتشوف الحاجات اللي انت كنت بتعملها قبل كده ومع الوقت تغيرت وتشوف الحاجات اللي عايزة تتغير وهكذا في مقولة جميلة جدا لفيرس بتقول يعني الحياة بتعدي بسرعة لو انت ما وقفتش في مرة علشان تبص حواليك فهتعديك اخر حاجة مهمة هي تحسين الذاكرة كلنا بننسى حاجات كتير بس بالكتابة هنساعد الذاكرة انها تتحسن وتفتكر بشكل احسن وهتساعدك على تحسين حفظ الذاكرة طيب احنا محتاجين ايه علشان نبدأ؟ في الحقيقة احنا مش محتاجين غير قلم واي نوتبوك او لو بتحب الحاجات الدجتال فانت ممكن تدون على الموبايل او فيه تطبيقات كتير ساعدك ان انت تدون يوميتك بس فيه عقبات هتقابلك وانت بتكتب يومياتك اول حاجة ان انت تحاول ان انت تكتب كل التفاصيل انت ممكن تعمل كده لفترة زمنية معينة لكن بعد فترة هتحس انها تقيلة ومعودش هتكتب فما تعملش كده حاول اكتب الحاجات المهمة بس يعني الحاجات المهمة اللي حصلت في يومك واللي اثرت فيك لكن مش لازم تكتب كل تفصيلة تاني حاجة ممكن تقولي انا جبت القلم والورقة طيب اكتب ايه بقى؟ وعلشان المشكلة دي فيه تمبلة جاهزة عن نت بفيها نظام اسئلة وانت بتجاوبها زي مثلا اهم ثلاث حاجات عملتها النهاردة اهم ثلاث عقبات قبلوك النهاردة وهكذا ولو دخلت على بنت الرست وكتبت جورنال برومتز هيجيلك صور كتير فيها اسئلة وانت بتحاول تجاوب عليها والثالث عقبات هي عدم الالتزام بالتدوين وعلشان المشكلة دي حاول تحط النوت بوك بتاعتك في مكان ظاهر قدامك انت بتتواجد قدامه كتير او اعمل رمايندر على الموبايل ووقت معين بيفكرك به ان انت تعمل الحاجة دي وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة واتمنى ان الفيديو يكون ساعدك ان انت تبدأ تكتب الجورنالينج الخاصة بيك ولو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وسبسكرايب وتعمل شير واناكد على الشير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته